السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار الرئيسة من قناة اليمن الفضائية أهلا بكم وإلى التفاصيل أكدت مصادر مطلعة في حوار الكويت التوصل إلى صيغة اتفاق حول الأسرى والمعتقلين يقضي بالإفراج عن ألف أسير من الطرفين قبل شهر رمضان وعلى أن يسلم كل طرف قائمة بأسماء المعتقلين لدى الطرف الآخر إلى الأمم المتحدة السبت القادم فيما الأمم المتحدة تقوم بتسليم كشوفات كل طرف إلى الطرف الآخر وحسب المصادر فإن الاتفاق يتضمن آلية لتشكيل لجان محلية تتولى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بعد استلام كل طرف كشوفات الطرف الآخر وتقديم التوضيحات بشأنها الثلاثة المقبل وأشارت المصادر إلى أن الوفد الوطني اقترح على أن يتم البدء بتبادل الأسرى في محافظة تعز إلا أن الطرف الآخر رفض ذلك وحسب المصادر فإن ضعف ارتباط وفد الرياض بالميدان وبالجماعات المسلحة المدعومة من قبل العدوان وراء الرفض في أن تصبح تعز المحافظة الأولى في عملية تبادل الأسرى والمعتقلين ترجمة نانسي قنقر